يبقى ان شاء الله بكرة غدا خلال الساعات القليلة القادمة بينطلق اكبر مؤتمر واكبر فعالية واكبر تجمع بشري لمنقشة اخطر قضية بتواجه البشر وهي قضية المناخ طبعا كما تقول الصحف العالمية انه مصير الكوكب بيتحدد في شرم الشيخ مصير سكان الكوكب بيتحدد في مدينة السلام هل مخرجات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ سيحمل احلاما مطبقة سيحمل للناس لمسة ترطب هذا الجفاف الموجود هل مخرجات شرم الشيخ كوب 27 ستكون مغايرة لوعود طالما اطلقتها الدول الغنية وطركت مساحة من الاخماس في اسداس للدول الفقيرة ماذا سيحمل لنا وللعالم مؤتمر شرم الشيخ ده تساؤل موجود في كل دول العالم وموجود في كل وسائل الاعلام العالمية خلينا اقول لحضراتكم انه فيه اكتر من 11 يوم 11 فعالية كل يوم بيختص بمنقشة ملف اهم الملفات هو ملف يوم التمويل يوم التمويل احنا عايزين اقتصاد اخضر طاقة نظيفة طاقة متجددة عايزين انشطة اقتصادية صديقة للمناخ صديقة للبيئة لكن السؤال الاهم من اين لنا من اين لنا بتمويل هذه الانشطة لذلك فيه يوم تسعة هيبقى يوم التمويل و هيكون فيه مناخشات واسئلة واجابات كيف نقوم بتمويل الاقتصاد الاخضر الطاقة الخضراء الطاقة النظيفة المشروعات الاقتصادية او ما يمكن تسميته تخضير الميزانيات الخاصة بالدول تخضير الميزانيات اتحضر الاخضر العالم بيتحدث بلغة خضراء هل يمكن ان نخرج من مؤتمر شرم الشيخ بلغة جديدة هي اللغة خضراء اللغة التي يفهمها اصدقاء المناخ والبيئة الميزانيات لابد ان تتوائم مع اللون الاخضر فيما اصطلح على تسميته تخضير الميزانيات المالية للدول وتمويل اخضر لمساهمة الدول في تمويل المشروعات ذات الصبغة البيئية وكذلك ادارة النفايات الموجودة اللي بتخرج من العالم والمباني الخضراء التي يمكن ان تساهم في تقليل الانبعاثات ثم يوم العلم كلم على الابحاث وابحاث المحيطات وعلم المحيطات وكيف يمكن للبحث العلمي ان يساهم مساهمة حقا في السيطرة على الانبعاثات والعلم الاخضر زي ما بنقول الافكار الخضراء يبقى احنا عايزين ميزانيات الخضراء تخضير الميزانيات ايضا تخضير العلم تخضير الابحاث تخضير العقول عايزين نفكر كيف يمكن ان ننقذ الكوكب الذي نعيش فيه القضية مش قضية دولة القضية مش قضية اقليم القضية قضية سبعة تمانية مليار مواطن بيشعر الان بالقلق ويسيروا على اطراف اصابعه ماذا نحن فاعلون امام هذه الهجمة المناخية المناخ بيتمرد الكرة الارضية باطن الكرة الارضية بيغلي في حال التمرد مناخي كيف يمكن لنا ان نواجه هذا التمرد المناخي هذا هو السؤال عندنا بعد كده يوم الشباب يوم ازالة الكربون عايزين نصل الى التعادل الكربوني كل دولة بتقول انا هقدر اوصل لنقطة التعادل الكربوني الانبعاثات اللي طلع قد الانتصاص اللي بيتم لانه بعمل بحرق بترول بحرق محروقات بعمل المصدع بيطلع تلوث ده بيسمى انبعاثات كربونية بتلوث البيئة لابد من وجود غابات محيطات نحار يعني ادوات لامتصاص هذا الكربون لو اللي بيطلع من كربون وانبعاثات بيتساوى مع ما يتم امتصاصه العالم وصل لمرحلة التعادل الكربوني ودي قصة كبيرة جدا ده لي يوم ثم يوم التكيف والزراع لانه اذا اردت ان اسيطر على الانبعاثات فلابد ان يكون لدي سلاح سلاحي هو الاكسجين ومن اين هيئة الاكسجين من الاشجار كل شجرة بتفرز قديه اكسجين تمتص قديه ثاني اكسيد الكربون ثم النوع الاجتماعي ثم يوم للمياه ويوم للمجتمع المدني ويوم للطاقة ويوم ليه التنوع البيولوجي واخر يوم هو يوم الحلول بعد ما اتنقشنا في التمويل والعلم والشباب ووزالة الكربون والتكيف الزراعي والتنوع الاجتماعي ويوم المياه والمجتمع المدني ويوم الطاقة والتنوع البيولوجي هنخرج من ده كله بحزمة حلول ماذا نحن فعلون ايه الحل كيفية تنظير اتكلمنا اتنقشنا اتحورنا اتفقنا اختلفنا تظهرنا في النهاية ما هي الحلول التي يمكن ان تقدمها هذه النخبة المجتمعة للعالم للكرة الارضية لسكان الكوكب الذين يئنون تحت هذا التغير المناخي الحاد او التمرد المناخي غير المسبوك بابا